أقول لكم حاجة أنا أقول لكم كرجل ممكن ده يعمل إيه في نفس الرجل هو يحس أنه هو مش مهم وأنه هو عندها مش أنه هو لما بيجي يتكلم هي قلبها مهتم بيه ولذلك لو لقى حد تاني بيبصله في عينه وهو بيكلمه ممكن يكونه أثره سلبي جدا 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 عليه وعشان كده لازم أول حاجة نلتفد بجسدنا كله تجاه اللي بيكلمنا زوجتي زوجي لازم نلتفد له كله ولازم أبص في عينه الحاجة التالتة لازم أظهر التعاطف تعاطفي معاه وأنا بسمعه احنا قلنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتفد جميعا وكان ينظر في عين من يكلمه التالت حاجة لازم تظهر التعاطف وأنت بتسمع شريك حياتك لازم تركز مع لغة جسده لأنها بتعبر عن مشاعره وبتعبر عن كلام كتير بالمناسبة احنا اللي بيفضل للألفاظ من الكلاء من التواصل بتاعنا لا يزيد عن 7% وبقيته السبعة وتسعين في المية التلاتة وتسعين في المية ده حاجات تانية خالص غير الألفاظ اللي هي لغة الجسد ونظرات العين والسكتات كل ده داخل في ايه؟ في التواصل بتاعنا فلو لقيت زوجتك بتحكي وهي في حالة التراب وخوف ايه اللي حصل فأفضل شيء ممكن تعمله ليها وانت بتسمع انك تطبطب عليها وانك تحضنها حتى على فكرة لو زقت ايديك فهي مش مصدق لكن انت لما تصر بدا ايه اللي حصل انا دايما بقول اسمعوني معلش استحملوني شوي في حاجة في فرق كبير جدا جدا رسول الله لما كان بيحتضن سيدنا الحسن والحسين ولما شوف السيدة عائشة تقول ايه ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة الا هو بين صدري ونحلي فهو معتد ان هو يعمل كده معتد ان حضرت النبي ينم في حجرها معتد ان حضرت النبي يحتضنها معتد ان يحط راسه على صدرها فحضرت النبي بيأبيه وامي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعور شعور عجيب فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله فكيف بيملى حياتها بيملى مشاعرها بالدفء والحنان والاحتواء انا عايز اقول لكم حاجة فيه رجال كتير يقول ما انا واحد هنا فيه حاجة اسمها الاحتضان الصادق فيه حضن صادق وفيه حضن اسمه حضن زر الرماد في العيون اللي هو الحضن اللي بتاعة حلة القسم اه دي نابن احضنه لكن فيه حاجة اسمها الصادقة دي ان الانسان يوصل فيه معنى جواب يوصله وكذلك لو لقيت زوجك بيحكي عن مشكلة في شغله وابتدى يتوتر وصوته يعلى لابد انك تحافظ على هدوءك وتحاولتي من دحية وتطمينيه ان هو يقدر يتجاوز عن اي مشكلة وتفكريه ان ربنا مش هيسيبه ابدا وبالمناسبة دا اللي تعلمناه برضو من سيرة حضرة النبي تعلمناه من ستانا السيدة خديجة لما قالت لحضرة النبي لما نزل من الغار يقول دسروني دسروني زملوني زملوني فالسيدة خديجة قالت له ايه والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصد الرحب وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فإنه حصل هو دا تعلمنا تعمل اسست لما يكون زوجها في هذا الحال رقم اربعة احنا بنتواصل مع بعض وده شيء مهم جدا ده شيء مستسلبي ده شيء ايجابي ان احنا نعمل ايه نصمت ولا نقاطع يعني ايه نصمت نصمت يعني احنا مركزين في الكلام وممتنعين عن المقاطعة لازم تبقى المزيد كده ان تصمت ولا تقاطع يعني انت سايب مساحة لتفكيرك ان انت تتلقى فاسناء ما يا شريك حياتك بيكون بيحكي لك شيء مهم بالذات او بيحكي لك حاجة عن نفسه وانا دايما بقول ان لحظات الحكاية عن النفس دي لحظات مقدسة لان بيطلع فيها المشاعر والانسان فيها بيحس وكأنه بيتعرى فلازم ييجي شعور الآخر معه وصمته يغطيه لانه ممكن يقول كلمة يحس ان هو متعر في الشارع فلازم ايه اللي حاصل لازم ببساطة خالص انت لما حد ييجي تكلم تصمت ولا تقاطعه تصمت يعني تفكر وكان صمته فكرا صلى الله عليه وسلم فانت لما بتصمت بتفكر في اللي هو بيقوله وما تقاطعوش ليه طيب لان اللحظات دي لحظات شديدة الحساسية فاي مقطع لي او تغيير للموضوع مثلا او هزار هيعتبر ده سخرية من مشاعره وقد يكون يعتبر سخرية من ذاته هو وهيكون ممكن الكلام ده يسبب له جرح كبير انت متعرفش لان دايما بقول الوقت ده عاملين وكأننا بنعمل حاجة زي عملية القلب المفتوح اي حاجة ممكن تلوث الجرح وهيشعر على فكرة بتديقه الندم انه هو فتح كلام معك وانه يتكلم معك ويحس انه هو لما بيتكلم معك بيزيد الهم وبتزيد المشاكل واكيد هيكون اختياره بعد كده لما ييجي تكلم مش هتكون انت اختياره عشان يتكلم معك رقم خمسة حاجة مهمة جدا 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 اتعامل بنفس صافية اتعامل اتعامل مع كل ما حد عيجي يتكلمك كل ما زوجك عيجي يتكلمك كل ما زوجك عيجي يتكلمك اتعامل كصفحة بيضة هتحصل ده ازاي لما انت هو بيكلمك تتبسم ابتسامة خفيفة عشان يطمئن ويفتح الكلام وحاجة تانية لا تحكم عليه وما تأنبهوش اشتركوا في القناة